السلام عليكم كيف زياري اللبس عليكم اتمنى تكونوا بخير ولا خير انتم ما كتشوفوا ستنوه في الفيديو على الفيديو جديد اليوم كما تشوفكم العنوان ستكلموا فيها فقط على الفرد الاول اللي غادي تدوز ان شاء الله بالنسبة للدورة الثانية والعلاقة دياله بالعطلة او للعطل اللي مازالين جايين العطلة التالية اللي غادي تستفدو منها اللي غادي تشدو منها من هنا شهر تقريبا هي العطلة ديال البيينية ثالثة اللي غادي تكون من يوم الاحد 14 مارس 2021 اللي غادي تمتد حتى اليوم الاحد 21 مارس 2021 يعني عندكم فيها ثمان ايام هاد العطلة هادي نرمال مون قبل ما تشدوها غا يكون خصصكم غا تكونوا ديجا خصصكم تكونوا مطالبين بجدياز اول فرض في القع المواد اللي كتقرعوا انه من قبل من هاد الاحد 14 مارس خيخصكم تكونوا ديجا دوزتوا واحد الفرض في القع المواد او الاقل الفرض يعني كين اساسي تقدروا فرض واحد وقدرت قاعد دوزه كتر من واحد يعني واحد اول زوج على حساب كل استاد والسيستام اللي كيتباع في تعليم دياله مع التلاميات دياله بالنسبة للفرض او لموعد الفرض الاولى اللي تدوزه بالنسبة الاسدوستاني غا يكون لادات دياله قبل من 14 مارس يعني في الول ديال شهر ثلاثة خدس 15 يوم من الول ديال شهر ثلاثة اللي تكون عام راغي بالفرض ومن مورها غا يتستفدوا من هذه العطلة البينية الثالثة اللي تكون من نهار الهد عطاش حتى نهار الهد 21 مارس 2021 ومن مورها غا تبقى لكم تقريبا نجوش ديال العطلة من مورها غا يكون فيها جوغفيريه اللي هو عيد الشغل اللي غا تستفدوا منه غا يكون نهار السبت واحد ماي يعني هذي غا تكون فيها فقط يوم واحد ومن مورها غا تكون عندكم اخر عطلة اللي غا تقدروا تشدو في العام ديال 2021 واللي اتهيه فيها ثمانيام واللي هي العطلة البينية الرابعة زائد عيد الفتر انو غدا مكان نسبة لفيدايو ديال اليوم جاسبا هنكون جاوبت على الكستان ديالكم و تكونوا عكا على ديراية بالوقت ديال الفروض باش هكدا تقدروا توجدوا لهم على تساع و تكونوا مستعدين تابنوا وبينسوا و تكونوا جداد و اجدوا جرس باش يوسلكم كل جديد اتها الله فرسكم حتى الان و تخب في فيديو ان شاء الله السلام عليكم